هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءات مع عدد من نواب مجلس النواب حيث أكدوا على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضعها الحياة القانون النهاردة أنا بشوفه قانون مهم جدا برغم أنه استثنائي إلا أنه بيمس معظم طبقات الشعب والناس من انتظرها من سنوات طويلة القانون يعني أقدر أقول أنه بيعبر عن إفساح حقيقي لطلاقي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في رغبتها الحقيقة في حل مشكلات الناس الناس بالفعل عندها مباني مخالفة الناس المباني المخالفة دي مستقرة فيها وصلات كهرباء وسكنة فيها وحال واقع ويستحيل إهضارها وبالتالي كان لزمن أنه عشان تعمل خط فاصل بين مرحلة كان فيها نوع كبير من البناء الغير منظم وبين مرحلة جديدة حيكون فيها انضباط شديد جدا وحتكون العقوبات على مستوى آخر من الشدة كان لازم نحن نصفي هذا الملف تصفية هذا الملف قامت على أن القانون اللي فات كان قانونا يحقق مستهدفه نظريا لكن واقعيا لم يحقق مستهدفه إلا في حدود 4-5% يعني معناها أنه كانت هناك عوائق وعوار مشروع قانون التصالح في بعض المخالفات البناء وتقين أو ضحى جاي في وقت مهم جدا لأنه يهم كل المصريين سواء من خالف خلال الفترة اللي فاتت بيه البناء المخالف سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارج الأحوزة العمرانية أو في المجتمعات العمرانية الجديدة أو أيضا المواطنين اللي بينتظروا الملتزمين اللي بينتظروا من الدولة أن هي تمكنهم من أن هم يمارسوا حقهم فيه بناء مسكن آمن لهم أو بناءهم تعديلات مهمة يمكن أنا قلت أن أهم التعديلات أنه بمجرد التقدم لطلب التصالح هيتم وقف نظر الأحكام أو القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية أو من صدر لديه حكم ويستطيع أن يستأنفه من خلال تقديم طلب التصالح فيتوقف النظر حتى يتم إقرار سواء كان قبول التصالح أو عدمه ده مهم جدا لأن فيه يعني آلاف المصريين معرضين إلى صدور أحكام قضائية في مخالفات البناء ترجمة نانسي قنع